متابعي قناة أسرار النجوم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ما تنسوا اجدامنا بالاشتراك في القناة وتعفيل الجرس باش توصلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية خليل حضوره الممثلة نعيم الجيني البيرح في برنامج جديده على قناة الحوار التونسي اتفشأت باستضافة أحد معجبيها وانتم تصوير روبرتاج من منزله أكد في حبه الكبير لنعيم الجيني ومن شدة ولاعيه بها قام بتعليق صورها في كامل أركين المنزل لكن الحكاية وما فاتش غادي قام فريق الأداد باستضافة معجب نعيم الجيني في البرنامج وخلال حضوره في المباشر قد منها بيقى من الورود كانت لحظة مؤثرة جدا خليت نعيم الجيني تنهار وتتأثر حد البوكي واحترف بحبه الكبير لها وقالها نعيمة أي قنت المصح وانا نحبها برشا ومدمن عليها ونتنفسها قلت نتمنى اني نشدها من يدها هي الهواء اللي نتنفسه وكان ما عندها حد في حياتها انا نعرض عليها الزواج وحتى من الخاتم هاني جبته لكن احنا كنا نعرف انه نعيمة الجيني متزوجة من الممثل الصيدق حلويس لكن هي تخفي الاخبار هذا توا سنوات والحد اليوم عمرها نعيمة ما صرحت بزواجها من الصيدق حلويس وحكيت عليه في وسائل الاعلام معجب نعيمة ما كانش يعرف اللي هي متزوجة هذك علاش عرض عليها الزواج ولهنا كانت الصدمة كبيرة ليه كعرف انها متزوجة ويردت عليه نعيمة الجيني وقتله في الاخير اعتذر معجب نعيمة الجيني من زوجها اللي هو صيدق حلويس وقال له صحة لك عند الكنز في الدار لكن من المتوقع انه اعتراف معجب نعيمة بحبه الكبير لها وعرضه للزواج منها سيثير غضب زوجها صيدق حلويس بسبب غيرته الكبيرة عليها